بسم الله الرحمن الرحيم عزق طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي نهاردة نشح درس تحت عنوان مراجع عما على العلوم الفصل الدراسي الاول عن طريق عرض ورقة الامتحان يلا بينا مع بعض نشوف ورقة الامتحان ده شكل ورقة الامتحان سنة 2015 هنفسر كل شؤال بحلو مع ان الاسألة مشطحة بس احنا هنفسرها الى كلمات مكتوبة على البرنامج ده محافظة الاليوبية قدرت غالب شوبر الخيمة عام 2015 لصف السنة الاعدادي وكان زمن الامتحان ده ساعتين مع ان الامتحان سهل يلا بينا نحلل سئلة مع بعوان هنحل كل شؤال الالف وبيه وجيم هنبدأ بالف اكمل ما يلي من الملاوسات تبقى تلوزون مركبات نقط المستخدمة في التبريد بقنامها المستخدمة فيه اتفايل حرائق البترول تبدأ كل دورة في الجدول الدور الحديث بوانصر نقط مع عدد دورة الاولى وتنتهي بوانصر نقط حتى الدورة السادسة تحدث الزواهر الجوية في نقط بينما تسبح الاكمار السناعية في نقط بيعتبر الاركيو بتركس حرقة وصل بين نقط ونقط يلا نحل نحل لنحل مع بعض من الملاوسات تبقى الأزون طالما قال المستخدمة في التبريد يبقى الكولورو فلورو كربون اختصار كلمة الفريون بينما نقط المستخدمة فيه اتفاق حرائك البترول يبقى اكيد الهايلونات طالما اتفاق حرائك الهايلونات كل ده من ملاوسات تبقى الأزون تبدأ كل دور في جدوية الدور للحديث بقانصر نقط طالما قد في الجدوية تعerte بقانصر فلس ويتنتمه به واتنتهىMother تحدث الزوار الجوية عندنا 4 طبقة طرابوسفير ستميزوسفير سيرموسفير او الايونوسفير تحتوي على 99% من بخار الهواء الجوي من بخار لمى لعواء الجوي مما ينزم حركة الارض وتحتوي على 75% من الزوار الجوية يبقى تحدث الزوار الجوي فيTech تصبح الأكمار الصناعية فيها الأكسوسفير وهي منطقة يندمج فيها الغلاف الجو بالأرض وتصبح فيها الأكمار الصناعية السؤال الرابع يعتبر الأركيوبوتراكس وهو حيوان حركة وصل بين الزواحف والطيور تعالوا نشوف شكل الأركيوبوتراكس وده شكل الأركيوبوتراكس السؤال الثاني يحسب الارتفاع بين نقطتين إذا كانت درجة الحرارة عندها نقطة سفلة 30 وعندها نقطة العليا 17 درجة أعزي الارتفاع دي أسهل مسألة ويستطيع الأراضي تعالوا يلا بينا معانا ناجتب الحل القانون لو عايزي الارتفاع يبقنقول درجة الحرارة نقطة أعليا أو لو جبالي على سطح الأرض يقول درجة الحرارة على سطح الأرض نقطة cannabis كل ده على 6.5 النّقذه درجة الحرارة تساوي 32 ودرجة ساوية 22 3230 Jew weilknowle 30s السبعتاشر على ستة ونس هتطلع اتنين كيلومتر لان الاتفاع بيقدر بوحدة الكيلومتر السؤال رقم جيمس الاول اسكر اميت كل من البرومترات السوديوم المسال حزم ايفان قالين اول حاجة البرومترات تعالوا نفتكر معانا البرومترات وهي اجاز القياس الدخط الجوي السوديوم المسال نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي الا خارج الحصول على الطاقة البخارية يبقى تعالى مع بعض السوديوم المسال يبقى نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي الا خارج الحصول على الطاقة البخارية او يستخدم في المفاعلات النووية لو مش هزاف تكتبوا الاجابة دي ثلاثة عزمان فان قالين وهما عزمان مغناطسيين يحيط بالايونوسفير ويقومان بتشتيت الأشعر كونية الدرة المشحونة بعيدا عن سطح الأرض وهي عبارة عن ستائر دوئية ملونة مبهرة طرع عند الكطبين وده شكل حزمي فان ألن السؤال الثاني تقسم الى ألف وبيه وجيم وكلها أسئلة سأل تعالوا نحل السؤال الثاني رقم ألف علل لي ما يأتي تسميت عناصر المجموعة وان ايه اللي هي الأقلاء بهذا الاسم ويتزداد السليبية الكهربية في الدور بزادة العدد الزري وارتفاعة رجال غليان وتجمد الماء وارتفاعة رجال غليان وتستطيع التسميت عناصر المجموعة وان ايه بهذا الاسم لان عندها تفاعلها مع الماء ديكون محاديد الالغوية وتزداد السليبية الكهربية في الدور بزادة العدد الزري السليبية تزداد في الدور بزادة العدد الزري لزادة كو Egゾism هثنر التقل في المجموعة وثنرية توكل ق rep platform الهي هي قل meer النقص على كه ridiculous ويے طبعا حجم الزري في الدورة طبعا ممكن نمشى بقانون حجم Application Fof из어요 في الدورة بيقل. ده اختصاء ده بيسهلالي. طالما الحجم بيقل في الدورة يبقى المجموعة بتزيد. السؤال التالي بيقول لتفاعل رجعتها غلايان وتجامعة الماء بسبب الرابطة الهايدروجينية. وهي رابطة تنشأ بانا جزئات الماء نتيجة كوة التجاز والالكتروستاتيك الضعيف. طاقر الدرد وفريسة سهلة الاستياد لسهولة صيد وعدم كدرتها على الطيران وصغر أجنيحته على الكسر. أرجل. ماذا يحدث في الحالات القتية? وجود زعب تركاء بتركيزات مرتفع في ميات الشرب. احلال مادة السلكة محل مادة الخشب جزءاً بجزء. دراسة نزل الأشعة السينية. وجود يزعبك بتركيزات مرتفع في ميات الشرب. زعبك متلوس الكيميائي يبقى بيسبب العمى. وإحلال مادة السلكة محل مادة الخشب جزءاً بجزء بجزء بحدوث عملية التحقر. دي رؤسة نزل الأشياء السينية وجد أن خواص الوامس والفيزيئية والكيميائية ترتبط بالعدد الزري ولاس الوزن الزري ليس ترتبط أدواله حسب العدد الزري ما المقصود بكل أمام متسلسلة النشاط الكيميائي شافك الكطبي الإنكراد متسلسلة النشاط الكيميائي وهي ترتيب الفلزة التنازلين حسب درجة نشاطها الكيميائي شافك الكطبي زي ما قلناها وهي ستقل ضوئية مبهرة ملونة تورها عندها الكطبي الإنكراد هو تناقص مستمر في أعداد أفراد النوع الواحدة اللي تعاوض بعملات التكاثر يعني مجموعة حيوانات يتكون من خمس أفراد كل شهرين أو كل عشرين سنة ينقص حيوان ما بتعاوضوش بعملات التكاثر الإنجاب يعني السؤال الثالث إنقسم الألف وبه وجيم السؤال الأول أكتب المسترح العلم أماكن أمنة يتم تخصصها لحماية الأنواع المنطقة التي يندمج فيها الغلاف الجو بالأرض جدوى الرتبة في العنصر حسب الزيادة فيها الغلاف الجو بالأرض والارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض أماكن أمنة يتم تخصصها لحماية الأنواع الموددة بالإنكراد هي المحميات المنطقة التي يندمج فيها الغلاف الجو بالأرض الأكسوسفير وهي التي تسبح فيها الأكمار الصناعي جدوى الرتبة في العنصر حسب الزيادة في أعدادها الزرية من المشترات الطاقة يبقى الجدوى للدوري الحديث والارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض دي الاحترار العالمي وقلنا الجدوى للدوري الحديث ودي شكل محمي السؤال بقى اللي يتكل الترميز بتقول عليه سعب بس سعر بيقولي وضح المعارات الرمزية للموزونة يبقى لازم نوزن المعادلة تفاعل الكربون والأكسوجين وغاز الكلور مع محلولة برمبيض السودين تعال نكتب الكربون والأكسوجين وجيه مستخرج الكلمة الغير مناسبة كالسيم بريليم مغنيسيوم ضفداع الزباب بنده خارتيت أو أربومنجل الأكسوجين يبقى سيه و الكربون يبقى سيه الأكسوجين نوع توقع هنعمل السهم بتاعنا وهنوزن المعادلة يبقى سيه زائد أوتو وهو محلول ثاني أكسيد الكربون يبقى سيه الكربون أوتو الأكسوجين نعمل معادلة نوزنها يبقى سيه أوتو جهز الكولور مع محلول بروميد السوديوم الكولور CL بروميد يبقى بر السوديوم NA تعالوا نشوفها CL زائد 2NABR يبقى 2NACL زائد بر2 يعني لازم نكتب الكولور CL هيبقى CL L2 و بر2 هيبقى الكولور CL2 زائد محلول بروميد السوديوم اللي هو NABR يبقى NACL زائد بر2 هنلاحظ ان الكالسيم والبريليم والماغنسيوم دول من الاقلاء مجموعة 1A وهي اقوال في الازات يبقى الكلمة المختلفة هو النتروجين ولو قال لي ليستخرج واكتب ما يدول عليه البقى يبقى يقل لي دفدع الزهبية البنده الخرطيت طقرة بمانجل برضو هنلاحظ ان دو البنده الخرطيت طقرة بمانجل مهددين بالانكراد والدفدع الزهبية الانكرادت يبقى دي الوحيدة والباقي مهدد بالانكراد وده شكل الدفدع الزهبية الانكرادت وده شكل البنده الشكل الرابع ألف وبه وجيم الشكل الأول بقول لي حدد موضع كل من العنشران الاتيان في الدورة والمجموعة والفئة O و C A O 8 و C A 10 هنوزع O 8 يبقى 2 و 6 و C A هيبقى 10 يبقى 2 و 8 هنوزع بقى مع بعض يبقى المجموعة الستة لان الرقم المجموعة يدل على عدد الالكترونات في مستوى التوقى الأخير والدورة لعدد مستويات التوقى في نوات زرعة العنشر والفئة B عدتنا ازاي لان المجموعة السادسة 6 A لها أقصى يمين الجدول وهن المجموعة السفرية لان رقم 8 وهي المجموعة السفرية لها 8 A الدورة الثانية لان فيها مستويات توقى الفئة B لان المجموعة السفرية تقع أقصى يمين الجدول اذكروا مثلا واحدة لكل من غازة من غازات الدفئة وحفريت الكائن كامل غاز من الغازات الدفئة يبقى ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء واكسيد النيتروز وغاز الميسان ودول اللي بيسببوا زيارة الاحتماس الحراري حفريت كائن كامل عن قول مثلا الماموس والكهرمان ده شكل الكهرمان وده شكل الماموس والكهرمان تحفزت جوء مادة صمغية من أشجار السنوبر أو أشجار الصند وده اللي بيحفز عليها من التحلل السؤال ده سهل وبسيط تعالوا نحلم مع بعض كتب لي هنا من الشكل المقابل من نوع رابطة فواحد واثنين مقيمة الزاوية ثلاثة ها الرابطة اي رابطة اي رابطين مسئولة عن الشازيل المائ هنركم ده رقم واحد. ده رقم اثنين وده رقم تلات.準MAN ربطة فواحد الربطة في جزئ الماء رابطة تسهمية ورابطة معين جزئىات الماء رابطة هيدروجينية 1 يبقى رابطة تساهمية لانها بين جزئ الماء 2 هيدروجينية الزاوية بين ميسات الماء تبقى 100 ال4.5 ودي حاجه معروف اي رابطتين اقوى الرابطة الهيدروجينية اضعف من رابطة التصامية مش اضعف يعني اقوى ضعيفة يبقى الرابطة التصامية الاقوى اي رابطة مسؤولة عن شذوز الماء رابطة الهيدروجينية رقم 2 وفي نهاية الدرس يقرأ الامتحان قراءة جهرية معبرة للتلميذ يراجع الامتحان مرة اخرى لوحده ان يكون قدرين على الاجابة بشكل نموذجي تدريبات عارف كل من الانقراض وهو التنقص المستمر في ازاد افراد النوع الواحد دونها تعود عمليات التقوى الرابطة الهيدروجينية وهي رابطة تنشأ بين جزئيات الماء نتيجة قوة التجاذب الالكتروستاتيك الضعيف السلبية الكهربية وهي مقدرة الزهرة في جزئ التصامية على جزب الالكتورينات الرابطة التصامية نحوها مركب الكوطبي وهو مركب الذي يكون الفرق في السلبية بين عمسرايه كبير نسبين حزمان فانقلن وهوما حزمان مغناطسيان يحيطها بالايون سفير ويقومان بتشتيت الأشياء الكونية الضر بما تفسر يستخدم النيتروجين مسائل في حفز قرنية العين بسبب درجة غاليانه ولا تتصل إلى سلب مية ستة وتسعين درجة تسمية النشر الأسلع بهذا الاسم لأنه أصلا راسه مغطب بالريش الأبيض فما تبص عنه من بعيد تلاقيه أسلع لأنه عندما تنظر الله من بعيد يبدو كأسلع دوب بمدى ما انظر بالانكراد بسبب كسرة سايده لأن جلده بيعمله من الجواكت وكلت نباته اللي يزدهر كل مية سنة وهو نبات البامبو ودي مقارنة بين الطبقات التروبوسفير ارتفاع 13 كم تحتوي على 29% من بخار الماء تحتوي على 75% من الزواهر حركة العواق رأسية ستراتوسفير ارتفاع 50 يفضل التحليق بها وطبقة الغلاف الأزوني وحركة العواق أفوكي ميزوسفير تحتوي على غزايا الهليم والهيدروجين شديدة التخلخل أبرد الطبقات ارتفاع 85 ريون السفير السرموسفير يوجد بها حزمان فنقلين وأسخن الطبقات تستخدم في الاتصالات اللاسلكية لارتفاع 165 كم وده الواجب من منزلة أكمل لتكون جزائي من ارتفاع زارة نقط وزارتين نقط توجد طبقة الأزون في طبقة نقط نحن نعيش في عصر الانكراد نقط حفرة الطابع هي نقط تبدأ كل دور بانسور نقط ونتابع بانسور نقط وكده بإذن الله نقول انتعلم من عرض الدرس وقل لقاء في درس الأفضل مع نفر من التعلم ببساطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة